الحديث أكثر عن تطورات هذا الملف ينضم أو تنضم إلينا شبكة مراسلين معنا من موسكو محمد حسن من واشنطن ريمة أبو حمدية ومن مدريد معاذ حمد نبدأ معك من موسكو محمد يعني كيف تقرأ موسكو كل هذه التطورات فيما يتعلق بإرسال حلف شمال الأطلسي للطائرات وسفن للتعزيز من القدرة الدفاعية ووضع القوات على أهبة الاستعداد هذا من جهة وأيضا بريطانيا تعلن سحب بعض من موظفيها من سفرتها في كييف وأيضا هناك تحذير لرعاية فرنسا أيضا من الذهاب إلى أوكرانيا هل هذا تراه موسكو تحضيرا لسيناريو حرب نعم على صعيد التصريحات الرسمية المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف قال قبل قليل إن حجد القوات الأوكرانية على الحدود مع دمباس يشير إلى أن أوكرانيا تريد أو تخضر لحل عسكري لأزمة الدمباس وفي نفس الوقت دعا دول الناتو إلى التأثير على كييف بكل ما يمكنها لكي حتى لا تفكر بحل قضية الدمباس بشكل عسكري حسب كلام بيسكوف بالحرف بالإضافة إلى ذلك لم يعلق ورأى طبعا بأن حجد القوات العسكرية التابعة لحلف الناتو بالقرب من أوكرانيا هذا أمر أقرب إلى الاستفزازات العسكرية منه إلى حل الدبلوماسي هذا على الصعيد الرسمي على الصعيد الشعبي طبعا هذا السؤال الذي كان قبل أيام يتساءل به الساسة والدبلوماسيون والخبراء اليوم بات على لسان كل مواطن روسي هل نحن أمامه على عتبة حرب أم أن الأمور ذاهبة نحو تصعيد من أجل المفاوضات كما حصل في أبريل العام الماضي عندما كان أيضا هناك سحب قوي كبير جدا للقوات الروسية إلى الحدود الأوكرانية وكذلك تنبأ الكثير بأن الحرب على الأبواب ولكن انتهى الموضوع بمفاوضات بين بوتين وبايدن في جينيف ولكن اليوم الحشد العسكري طبعا أكبر بكثير منه ما كان في أبريل العام الماضي بالإضافة إلى ذلك دول حلف الناتو تقوم بإرسال معونات عسكرية وكذلك جنود عسكريون كما فعلت كندا أرسلت إلى أوكرانيا قوات خاصة إلى أوكرانيا ألمانيا امتنعت عن إرسال عتاد عسكري واكتفت بإرسال مستشفيات ميدانية وأدوات طبية وكل هذا يشير إلى اقتراب فعلا عمل عسكري حسب بعض الخبراء وحسب القليل من المتفائلين الموضوع متجه إلى تصعيد قبل المفاوضات ولكن ما هو فعلا سيحصل أمر فعلا مجهول للجميع وموسكو لا تعرب عن خططها أو ماذا ستفعل وما هي خططها العسكرية ولكنها أيضا واضح أنها تستعد لأي سيناريو محتمل ومن الصعب الحديث الآن إلى أين نحن ذاهبون شكرا محمد ابقى معنا سنذهب إلى مرسلتنا ريمة أبو حمدي من واشنطن ريمة موسكو كما قال محمد ترى في هذه القطوات الأخيرة تصعيدا من قبل الناتو هي أصرت على المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى اتخاذ لغة الحوار كما تقول وبأنها ليس لديها مخططات بغزو أوكرانيا في المقابل تقول موسكو بأن رد الفعل من الطرف الآخر كان بإرسال قوات ومعدات ووضع القوات على أهبة الاستعداد في البيت الأبيض في واشنطن أي صوت يعلو صوت المهادنة لغة المهادنة أم لغة التصعيد يعني وإن قالت واشنطن أنها تعمل على مسارين كما قال وزير الخارجية الأمريكي المسار الدبلوماسي عبر المفاوضات مع روسيا والتنسيق مع الحلفاء والمسار الآخر عبر تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا إلا أن الصوت الذي يعلو ربما أكثر وأكثر في هذه الأيام هو الصوت الذي يقول أن روسيا مقدمة بالفعل على غزو أوكرانيا نستمع أكثر إلى خبراء أمريكيين أن روسيا مستمرة في حجدها العسكري على الحدود الأوكرانية وأنها قد تقوم بالفعل في أي لحظة بغزو أوكرانيا ولربما هذا يفسر الخطط العسكرية التي وضعها البنتاجون وقدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن وفق نيويورك تايمز ومن ضمن هذه الخيارات العسكرية تعزيز التواجد العسكري مع الناتو في دول البلطيق وأوروبا الشرقية منها بولندا ورومانيا إرسال ما بين ألف إلى خمس ألاف جندي أمريكي للانضمام إلى القوات الناتو وإرسال سفن حربية كذلك وطائرات وربما عتاد عسكري أكثر تقديم الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا أكثر وأكثر أيضا نسمع هذه النغمة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين من الجمهوريين ومن الديمقراطيين بل هناك دعوات لأن يكون الرادع لروسيا ليس فقط التهديد العسكري من خلال تعزيز القوى العسكرية لأوكرانيا وإنما أيضا بفرض عقوبات على روسيا مثل ما دعت على سبيل المثال جوني إيرنست في مقابلة لها على أحد المحطات أو إحدى المحطات الأمريكية أيضا مايكل مكول الجمهوري العضو بارس في مجلس النواب الجمهوري قال إنه يجب أن تجري الولايات المتحدة المزيد من التدريبات العسكرية في دول البلطيق ودول أوروبا بعض الدول الأوروبية الشرقية لذلك نسمع هذه الدعوات أكثر وأكثر لربما تغليب اللغة العسكرية من قبل واشنطن أكثر وأكثر من قبل سقور واشنطن ويبدو أن الإدارة الأمريكية تستمع لهذه الأصوات كما نقلت نيويورك تايمز قد يتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بشأن إرسال قوات أمريكية وطائرات وسفع حربية بطلع هذا الأسبوع شكرا لك ريمة سنذهب إلى معاذ حامد مرسلنا من إسبانيا معاذ يبدو أن هناك أحزاب لا يعجبها إرسال قوات إلى أوكرانيا وقاموا باستدعاء وزيرة الدفاع لسؤالها عن إرسال هذه القوات دعنا في سياق هذه التطورات لدي نعم في الحقيقة إسبانيا أرسلت الأسبوع الماضي كاسحة الغام إلى البحر الأسود وأتبعتها أيضا في نهاية هذا الأسبوع بفرقاطة عسكرية أخرى إلى نفس المنطقة إضافة إلى فحصها نشر المزيد من الطائرات في لاتيفيا حيث يتواجد هناك ما يقارب من 300 جندي إسباني طبعا ضمن قوى الناتو إسبانيا تبرر ذلك بأنه ضمن التزاماتها في حلف الناتو ليس أكثر من ذلك والهي مع الحل الدبلوماسي لكن أيضا تتيح قواتها للاستخدام في حال لزم الأمر هنا في البرلمان الإسباني أقدم بشكل سريع على استدعاء وزير الخارجية حيث من المتوقع أن يحضر يوم غد للإجابة حول الرؤية الإسبانية للدبلوماسية الخارجية إضافة إلى استدعاء وزيرة الدفاع لسؤالها حول ما هي الأسباب التي دفعت إسبانيا إلى رسال الكوات العسكرية في الحقيقة أحد أهم الأحزاب التي قامت باستدعاء هؤلاء الوزراء وهو حزب بوديموس نستطيع الموحد وهو حزب يشارك بالإتلاف الحاكم وهذه تشكيلة من الأحزاب اليسرية من ضمنها الحزب الشيوعي الإسباني وهم الآن في إتلاف ضمن الحكومة هناك خطر من أن يتشكل في إسقاط الحكومة في حال تطور الأوضاع لأن هؤلاء يرفضون تماما التدخل العسكري ويقولون أن إرسال أي كوات يزيد من التوتر مع روسيا وأنه يجب علينا أن لا نتدخل في أي حرب ما بين روسيا وأمريكا هم يعتبرون أن التوتر الحاصل هو عبارة عن توتر ما بين روسيا وما بين أمريكا ولذلك يجب عدم التدخل شكرا لك معاذ حامد مراسلنا من إسبانيا وشكر موصول مراسلنا من موسكو محمد حسن ومراسلتنا من واشنطن ريمة أبو حمدي شكرا لكم جميعا